دكتنا العزيز القيمة الكبيرة دكتور جاسر الشاعر رئيس نالي بور فؤاد يا دكتور جاسر مسائل فل من ورنو أهلا بحضرتك عبيب الإعلامي القدير الغالي دكتور إهاب أشك شكرك مع الدكتور إزاي حضرتك كيف أنت؟ الله يخليكم بحكيك تحيات كابتن أشرف خدر حضرتك أنا برحب الرمز من رموز مدرسة الدرويش الكابتن أشرف خدر العزيز الغالي حدو طبعا مجموعة القناة بقى تسحب أنا بقى منها وحد لا 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 أصدر الدرويش بالزاس اليوم عزة كبيرة أوي في قلبي وأنا كنت بنع في الإسماعيلي السبعيناس مع الله يرحمه كابتن إبراهيم الهجان ممكن كابتن أشرف خدر طبعا حبيبنا كابتن إبراهيم الله يرحمه الله يديك الصحة وصلت العمر ليك ورمز من رموز مدرسة الدرويش اللي أنا ميال دايما قلبي إليها وإنت عشان كده برضو عشان قلبك ميال معاك الكابتن أحمد العجوز حبيبنا كابتن الكبير والحفظ الدهية الكبيرة حاجة عظيمة والله العظيم دكتور إيهاب أنت أصبت فعلا يعني الحمد لله رب العالمين كان لنا سابق التجربة مع كابتن أبو طالب العيسوي برضو مدرد كبير كابتن أبو طالب الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تبقى بداية موسم علينا الخير يا رب ونادي بورفؤاد تعلم تماما أن بعد سنتين والأول مرة تحدث في تاريخ نادي بورفؤاد الرياضي بعد الصعود للدورة المنتسبة والعبوط للدورة الدرجة الثالثة والصعود في نفس السنة دي عمرها ما حصلت في نادي بورفؤاد عملته يجيم هاي بالصلاة الحمد لله رب العالمين ده برضى يمكن والدي والدتي رحمة الله عليهم علي ووقوف الناس المخلصة اللي زي دكتور إهاب الكومي زي كابتن أشرف كاد وإن أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون كابتن أحمد العجوز فكحة كير على نادي بورفؤاد مع النظام الجديد للإتحاد الكورة وأنا قلت ساعتك دكتور إهاب مدخلة سابقة مش هيحل مشكلة الخلاف والجدال وليس الاختلاف قال لك كبير العيلة وهو إتحاد الكورة المصري وحضرهاك أنا بشفق عليك برضو حياتها للمرة التانية لدورك الأعلامي وإنك بتجمع ما بين دورك الأعلامي وبعدويتك في مجلس إدارة الإتحاد فأنا بديعي لك من قلبي دعوة صديقة فالبية فأنا ربنا وفاك وعينك وإن شاء الله قادم أفضل دائما إن شاء الله بإذن الله قادم بس أنا استفتارين ياريت أجد الإجابة عند حضرهاك وحضرهاك أنت طبعا خير من يمثلنا وخير من يوصل هذا الاستفسار الاستفسار الأولاني لغاية دلوقتي إحنا جلنا طبعا شروط المسابق جلنا خطاب من اتحاد الكورة بالنسبة للقطاع النشئين على أساس المسابقة بتاعة القطاع النشئين حتى تاريخه لم يتم الإعلان عليها لأنه أنا يهمني جدا مصنع الإنتاج أنا بحب أسمي اللقب ته للدولي النشئين أو الطاع النشئين عندي حدك مشاركة بطولة الجمهورية موليد كامعة دكتور أنا أعرضت إن أنا هشترك بموليد 2003 و2005 و2008 وطبعا باتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه تتعدون من الإعلان يتم بدري هي القرع النهاردة خلصت يعني كل كده خلاص كل الموليد القرع بتاعتها كانت موجودة النهاردة في مقار الاتحاد واعتقد إن الدورة حيكون في الأسبوع الأول من تسعة الأسبوع الأول؟ من تسعة شهر تسعة يعني ده أخدت فيه قرار ها يعني ده الحج عامل حسين طبعا يعني ده كان قال لي هو كان حيبدأ لشهر ده ولكن عديد من الأندهى طلبت بتاجيل إشباعين عشان للسعداد وإن الولاد ياخدوا فترة الرحب بعد كده للسعداد فهو خلاص استفقوا على تسعة أول تسعة والنهاردة كان إجراء القرع لباقي الفرق الخاصة لقطعها ربنا يطمن قلبك يعني عشان التأثير طبعا طيب الاستثار الثاني بعد إذن جنابك طبعا من ضمن فقرارات اللي انت يعني بعد ما حلت المشكلة بتاعت دور المحترفين والطبيقه أنا كنت طلبت من حدك برضو أرجو أن الطلب ده برضو حضرات يتعامل لطريقة المسابقة لأن لم يتم الأعلان الجاية لها زي لعونش كده بالنسبة سواء عن طريق القناة عند حضرتك أو سواء عن طريق يتعامل بصوت وصورة يبقى الناس كلها عارفة النظام لأن الغاية دلوقتي فيه عندهم برضو كده أو يعني تدخل بالنسبة للحطة اللي هيهبطه كامل اللي هيصعده من تحت الدوري الممتاز على طول يعني كل هذي بس الاستثار هنا بقى في الصراح اللي صدر والغاية دلوقتي أنا مش قادر أوجد تفسير له أو تحليل له وهو رعاية أي نادي من أندية الشركات لأندية جماهرية ده المعصوب يا فندم كل سنة بتلاقي فيه أندية جديدة سواء شركات أو خاصة عشان بس الناس ما تخلطش الخاص والشركات معايا كده يا فندم أي كل سنة بتلاقي متقدم لك عدد جديد من الأندية اللي عاوز ينضم لمسابقات الاتحاد المسل وقرة القدم كان دية جديدة تمام فأنا قلت دلوقتي أي نادي خاص جاي أو نادي شركة جاي عاوز يشارك ويدخل في منظومة تحاد كرة القدم الأول يا فندم حضرتك تكون بترعة أحد الأندية الشعبية لمدة ثلاثة مواسم مداخلة بعد إذن فضل يا فندم ماذا تعني كلمة ترعة الرعاية أنه ترعة فريق كرة القدم عنده تمام اللي أنت تكون راعي له بتصرف على الفرق عنده وبتساعده بمساعدات مالية بيتمع الاتفاق عليه بينك وبين النادي يعني أصرف عليه آه تصرف عليه على كرة الأنشطة لا مش على كل الأنشطة على مجال كرة القدم يا فندم لا على كرة القدم يعني أنا نادي رياضي نادي يعتبر نادي جماهيري مثلا بتاخد الفريق الأول ما بقولش قطاعات الناشئين كمان تمام الفريق الأول الفريق الأول لكرة القدم الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث مواسم ثلاث سنين ثلاث سنين أنا كده بسمح لك أن أنت بعد كده تنضم ليه مسبقات الاتحاد المساعدة لكرة القدم طيب دكتورنا الغالي يعني أنتا مش هتديله الرقصة أنه هو ينضم بالرغم أنه هو أعده جماعيه ومعيه لا مش عوضه يا فندم هو ليس داخل جديد يا فندم ما بتكلمش على بور فؤاد ولا بتكلم على الأنداء اللي شغاله دلوقتي أنا يعني اللي شغال أوريدي خلاص خلاص أنا أنا أهب الكومي عامل نادي جديد وراح أقول للاتحاد المصري اللي خلاص يا بص يا فندم أنت بقوة القانون خلاص بيت موجود ما قدرش أجي جمتك دلوقتي تمام لكن أنا عامل نادي خاص جديد وراح أقدم أوراق اعتماد في الاتحاد المصري عشان نضمن لمسابقات فالاتحاد المصري أنا ممكن أقبل عضويتك وممكن أقول لك لأ أنا مش محتاج أنداء ده من حقي فانا بقولك دلوقتي انت جاي جديد بعد اذنك روح لعلى نادي شعبي الاول ارعهولي ثلاث سنوات باتفاقات بينك وبينه عقود وبعد كده تعالى اديك عضويتك في الاتحاد المصر مش الانديه القديم يا فاندي تمام يعني مش هتديله الرخصة الا لما يكون رعى لنادي شعبي لمدة ثلاث سنوات طيب ده حيبقى فيها بقى تغيير لله حتى اعتلل الاتحاد اه ده حيتم الفتر اللي جاي حتم الفتر اللي جاي ان شاء الله باذن الله باذنك رب باذن الله اخر نقطة مش استفسار ولا مداخلة اخر نقطة رجاء انا بعتبر رجاء وانا ابن برسعيد وبرسعيد العشق والهوى وبرققادي النشأ ارجو ان الاتحاد الكورة وهو كبير ليلة ينظر في حتة جماهير النادي المصري بتلعب على ستاد برج العرب بس وشكرا جزيلا شكرا دكتور جاسر الشاعر كعادات دائما يعني اجيبني قوي الفكر الراقي والاسوف في العرض ترجمة نانسي قنقر